دائما نسع بتواصلكم أنا أختي أم لك من الجبائر أم لك من الجزار مرحبا يا أختي الكريمة أم لك وأسعدكم الله إن شاء الله ونلتم رضايا تفضلي يا أختي الكريمة حيومت أن أعطاني شخص لي وابنك خالتي ورقتين ورقة لها ورقة لي وقال لنا ابعثوهما في ظلط لأنكم ما نجحتوا معه نعم والورقة مكتوب فيها معلومات عن الأسماء وتاريخ الميلاد وورقة جهيل مكتوب فيها رقم خمسة وورقة ابنة خالة مكتوب فيها لقم ستة وانتهى الحل ما هو تاريخ الميلاد المكتوب تاريخ الميلاد أو تاريخ تاريخ ميلادنا نحن تاريخ ميلادنا خبرين الأرقام لأن الحلم مرتبط في بعضها لا أترك الأرقام ولكنها شخصية كل ورقة معلومات شخصية طيب أنت رقم شو أنت أي رقم أخذت ستة أو خمسة أنا خمسة ومن أخذت ملك رقم ستة أخذته أنا أخذت خمسة وهي أخذت رقم ستة نعم بنتك في عمر الزواج ابنة خالتي اللي أخذت رقم ستة ابنت خالتك نعم وانت أخذت رقم خمسة أنت عندك بنات في عمر الزواج أو أولاد في عمر الزواج لا عندي صغار بنتي الكبرى أمرها عشر سنوات هل هناك حاجة أفاقة تعانين منها تحتاجين ضبنا سبحانه وتعالى يقضيك لها ودعيت لله أن يقضيها لك لأن أختي كريمة رقم خمسة بالنسبة لك هو السجابة ورضا ودعاء بالنسبة لابنت خالتك هي متزوجة أم آنسة متزوجة ولي متزوجة وعندها خمس أطفال خمس أطفال إذن أختي كريمة بالنسبة لك أنت هل هناك شيء في حاجة الله في الدنيا حاجة ماسة أو أمر تحتاجين قضاءهم الله سبحانه وتعالى ولا حياتك مستقرة ولا يوجد شيء على بالك أبدا همي هو أطفالي أطفالي رزق الرزق الرزق عندي أبدا أطفال الرزق همك رزقهم صح ولا تريدين تأمين رزقهم أو معيشتهم لا حياتهم دينهم وملك الرقم خمسة إن لم يدل على رقم يدل على الخاتم ودلالته على الخاتم تدل بأنه سوف يأتيك الله ملكا أو سلطان أو قضاء حاجة فالسبشري بالنسبة لابنك أما بالنسبة للأخت التي حلمت برقم ستة التي قلت أنها أخذت رقم ستة فرقم ستة هنا يعني الأقارب سوف يحدث لها مناسبة اجتماعية تفرح قلبها وتسعد أهلها من أحد أهلها أخواتها إخوانها مناسبة اجتماعية تسعدهم ويلتقون العائلة على مناسبة إما سعيدة كفرح أو زواج أو خطوبة هذا حلمك والله أعلم أما بالنسبة لك فالخمسة إن لم تؤول كرقم أولت كخاتم والخاتم إن أولت كخاتم فهو دلالة عن قضاء حاجة أن ما تتمنين الله سبحانه وتعالى كحفظ أبنائك وتيسير أمورهم ورزقهم ودينهم قضي بأمر الله وربنا سبحانه وتعالى استجابة لأمنياتك والله أعلم